بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم سنواصل شرح مقرر كيميو عضوية واحد حيث سنتابع شرح الرنين في الجزء السادس من المحور الثاني وسنقوم إذن بإنجاز تمرين أول يتمثل في شرح عدد أشكال الميزوميرية أو البحث على الأشكال الميزوميرية للمركب وكذلك تحديد مكان تواجد الكثافة الإلكترونية داخل المركب هذا المركب كما تلاحظون يحتوي على الهيكل البنائي المتمثل في الزوج الإلكتروني الحر فوق النيتروجين مترافقة مع رابط سيجما ثم مع رابط باي وبالتالي هذا الهيكل البنائي إذن يمكننا من تحرك إلكترون هذا التحرك الإلكتروني هو نتيجة كما سبق وقلنا التنافر بين الكثافة الإلكترونية للزوج الإلكتروني الحر للنيتروجين وللزوج الإلكتروني الحر للرابطة باي مما يؤدي إلى انكسار الرابطة باي إذن تنكسر الرابطة باي من خلال تنقل الإلكترون إلى الكاربون ليبتعد عن الكثافة الإلكترونية للنيتروجين فبالتالي تصبح لدينا في هذا الكاربون إذن الكاربون يعني يمكن نقول هذا إذن رقم واحد هذا كاربون رقم اثنين هذا رقم ثلاثة وهذا رقم أربعة ورقم خمسة ورقم ستة إذن يؤدي إلى انتقال الزوج الإلكتروني للرابطة باي إلى الكاربون رقم اثنين وتصبح الكاربن رقم واحد إذن لديها شحنة موجبة إذن وجود شحنة موجبة على الكاربن واحد تؤدي إلى إنجذاب الكثافة وبالتالي تكوين الرابطة فيصبح لدينا الشكل الميزوميري الثاني المتمثل هنا في نواة البنزين هنا تصبح لدينا رابطة ثنائية هنا ويصبح لدينا زوج الالتروني حر فوق الكاربن رقم اثنين والكاربن رقم واحد تصبح مرتبطة إذن بنيتروجين من هنا والنيتروجين لديها شحنة موجبة نتيجة لخسرانها للإلكترون إذن أصبح لدينا شكل ميزوميري ثاني وبالتالي هذا شكل ميزوميري الأول كذلك الشكل ميزوميري الثاني سنلاحظ نفس العملية إذن وجود نفس الهيكل وهو زوج الالتروني حر هنا على الكاربن رقم اثنين ووجود رابطة سيجما هنا ووجود رابطة باي بين الكاربن رقم ثلاثة والكاربن رقم أربعة إذن نفس العملية تنتقل هذا الزوج إلى هنا وخروج إذن وانكسار رابطة باي وبالتالي ظهور الشحنة سالبة على الكاربن رقم أربعة ونتحصل بالتالي على الشكل الميزوميري الثالث بحيث نحافظ كالعادة على هيكل البنائي هنا وكذلك الرابطة باي هنا وإنما ظهور رابطة باي بين الكاربن رقم ثلاثة وظهور الشحنة السالبة على الكاربن رقم أربعة كذلك الأمر هنا هذا الزوج الإلكتروني سيتنقل نتحصل كذلك على هيكل البنائي التالي زوج إلكتروني حر رابطة سيجما ورابطة باي نفس العملية إذن سنعيد نفس الكاربن رقم ثلاثة إذن انتقال هذا الزوج إلى هنا ثم انتقال هذا الزوج إلكتروني باي إلى هذا الكاربن رقم ستة ونتحصل إذن على الشكل الميزوميري إذن تواصل هذا التنقل الإلكتروني ويصبح لدينا إذن هنا رابطة باي هنا رابطة باي وهنا زوج إلكتروني كما يشار إليه هنا من خلال انتقال هذا الإلكتروني إذن وهنا زوج إذن رابطة ثنائية وهنا شحنة موجبة ثم وفي نهاية الأمر إذن كالعادة إذن زوج إلكتروني حر رابطة سيجما ورابطة باي إذن نفس العملية إذن النيتروجين سيستعيد هذا الزوج إلكتروني الحر ظهور الكاربن الموجب على هذا الكاربن رقم واحد مما يؤدي إلى جذب الزوج إلكتروني هنا ويتحكون بالتالي إذن الشكل الميزوميري الأول إذن كما تلاحظون في فالكثافة إذن لدينا أربعة شكاية ميزوميرية والكثافة هنا إذن تتواجد في الكاربن رقم اثنين وكذلك في الكاربن رقم إذن في الكاربن رقم كذلك رقم أربعة وكذلك في الكاربن رقم ستة كما تلاحظون في الشكل الميزوميري الرابع نمر الآن إلى تمرين ثاني وسنقوم في هذا التمرين كذلك بالبحث على الأشكال الميزوميرية المركب العضوي وتحديد مكان تواجد النقص الإلكتروني إذن في هذه العملية سنبحث على النقص الإلكتروني وليس كما لاحظنا في التمرين الأول بحثنا في الكثافة الإلكترونية إذن نلاحظ هنا وجود مجموعة الكاربونيل الكاربونيل كما سبق وقلنا لدينا الأكسجين هنا له كهروسالبية أكبر من الكاربون وبالتالي له تأثير ميزوميري جاذب حيث يقوم بجذب الزوج الإلكتروني للرابطة باي تماما إلى الأكسجين مما يؤدي بالتالي إلى ظهور الشحن الموجب على هذا الكاربون الذي يقوم بدوره بسحب الإلكترونيات للرابطة باي بهذا الشكل فبالتالي نتحصل إذن على الشكل الميزوميري الثاني حيث نحافظ على باقي المركب وإنما ظهور هنا كاربون إذن الأكسجين يصبح كما كذلك شحنة سالبة وهنا نحافظ على المجموعة وعلى هذا الكاربون رقم إذن 2 هذا الكاربون رقم 1 هذا الكاربون رقم 2 3 4 5 6 إذن الكاربون 2 يصبح لديه شحنة موجبة لأنه سوف يخسر إلكترون من خلال انتقال الإلكترونيات الرابطة باي سيصبح إذن كاربون موجب إذن سنواصل العملية إذن كما تلاحظون ظهور إذن شحنة موجبة على الكاربون رقم 2 هذه الشحنة الموجبة ستقوم هذه الشحنة الموجبة إذن بجذب الكثافة الإلكترونية للرابطة باي من هنا وتؤدي بالتالي إلى ظهور شحنة موجبة على الكاربون رقم 4 ونتحصل على شكل ميزوميري إذن الثالث حيث يصبح لدينا هنا شحنة موجبة هنا رابطة باي رابطة باي ونواصل إذن الرسم كالعادة إذن بالنسبة للباقي المركب إذن ثم كذلك يواصل هذا الانتقال الإلكتروني من خلال ظهور شحنة موجبة هذه المشحنة موجبة التي ستقوم بدورها بسحب الإلكترونات من الرابطة المجاورة الأخرى إذن نتوجة الوجود الترافق هنا كما تلاحظون وجود ترافق شحنة موجبة رابطة سيجما ورابطة باي إذن تنسحب هذه أو تنتقل هذا الزوج إلى هنا ويؤدي إلى ظهور شحنة موجبة على الكاربون رقم 6 ونتحصل إذن على الشكل الميزوميري التالي نحافظ إذن على باقي الشكل إذن وهنا تصبح لدينا شحنة موجبة ويصبح لدينا رابطة باي هنا وكذلك نحافظ عن رابطة باي هنا هذا الشحن الموجبة إذن هنا ستقوم إذن بسحب الزوج الإلكتروني الموجود في الرابطة باي هذه الرابطة باي إلى هنا وبالتالي ظهور الشحنة الموجبة على هذا الكاربون يقوم إذن باستعادة الرابطة هنا إلى هذا الشكل ونتحصل بالتالي على الشكل الأول أو الميزوميري الأول فبالتالي يصبح لدينا إذن أربعة شكال ميزوميرية هذا الشكل الأول والشكل الثاني الشكل الميزوميري الثالث والشكل الميزوميري الرابع حيث نلاحظ أن النقص الإلكتروني يتمركز في الكاربون كما تلاحظون هنا الكاربون رقم 2 وفي الكاربون رقم 4 وفي الكاربون رقم 6